أهميتها هذا أولاً شغل المناصب هي القلب النابض يعني هي الديليفري يعني هو السبونسر ما للتنظيم سواء كان القاعدة أو النصرة أو داعش هو طبعاً أول ما يعني أول ما التحق التحق بالتوحيد والجهات اللي منه كان يرأسه؟ أبو مصعب الزرقاوي بايع أبو مصعب الزرقاوي في شهر آب 2003 يعني بعد الأمور مو كلش مختمرة وكلش كانت واسطة إي وجهه وبعد ذلك عمله في الموصل في 2004 و2005 تم اعتقاله واكب التحولات نعم 2011 تم إطلاق صراحة 2011 وراء شهر من خروجه استلم أمن عام الشرقات والزاب 2012 استلم أمن عام ولاية دجلة 2014 استلم مسؤولية الركاز 2015 ألغى أبو بكر ديوان الركاز إلى ديوان المال 2016 بعد بدء دولة التمكين بحالة من الانثلام استلم مسؤولية الركاز ووزير المالية ووزير الصناعة ومسؤول التطوير والتجهيز والتسليح لداعش لديه أربعة من إخوته جميعهم في قيادات وفي مناصب وفي سدد كبيرة لديه ثلاثة من النساء الأزيديات السبيات لديه اثنين من النساء على ذمته لديه أكثر من أربعين من الجنود من ما يسمى بكتيبة الكواسر وهؤلاء من الانغماسيين وحقيقة شغل أيضا منصب مسؤول هيئة الإشراف العام للتنسيق والنقل بين التنظيم شغل منصب مسؤول الجيوش التي كان يقود الغزوات سواء كان في الشام في الحسكة في باغوز في الموصل عند حدود مشارف مدينة القائم ساهم أيضا في مجزرة القائم ساهم أيضا في مجزرة البغدادي ساهم أيضا بالإشراف على ذبح أخوتنا في البونمر يعني تعلم الشرع على يد أبو أنس طبعا هو ليش عجب بالبغدادي لأنه تعلم على يد أبو أنس الشامي أبو أنس الشامي هو التلميذ أبو خالد السوري وأبو خالد السوري هو صاحب مبدأ الذئاب المنفردة هذا الصيد الثمين يرتبط بمجموعة اختبطية من المال من التجهيز أعتقد أن جهاز المخابرات الوطنية يكون بذلك قد قطع دابرا جدا ممتاز